دلوقتي مشاهدين احنا موجودين داخل مسجد مصر في المركز الإسلامي الثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة هنعرف كل تفاصيل المسجد من الداخل مع البشمهندس مساء الخير يا بشمهندس مساء النورة أهل المصر هم بحضراتكم لو حضرتك تعرفنا بنفسك معكم مهندس أحمد أحمد خليفة أحد الشركات المنفذة لمشروعها مسجد مصر الثقافي الإسلامي دلوقتي احنا موجودين مع حضرتك داخل المسجد بالفعل لو حضرتك تدينا نبزة يعني كاملة عن المسجد في البداية هنتكلم عن الساعة وعن المساحة مسجد مصر مساحته 19 ألف متر مربع ده المساحة من الخارج المساحة من الداخل 10 ألف متر مربع المسجد دي ساعة 12 ألف مصلي ده داخل المسجد فقط لو ضيفنا ليه الساحات الخارجية هي ساعة 131 ألف وربعمائة مصلي ماشي وده طبعا رقم مهول رقم كبير يعتبر أكبر جامع في العالم بعد الحرمين تمام ده بالنسبة للمساحة وبالنسبة للساعة طيب لو تكلمنا بالتفصيل أكتر يعني أنا شايفة ما شاء الله الدزاينز اللي موجودة حوالينا حاجة عظيمة جدا هنتكلم في الأول مثلا عن الحوائط والأعمدة من الرخام بالحوائط والأعمدة اتجلدت وكست رخام مصري صناعة مصرية 100% تمام الرخام اللي اتحفر عليه الآيات القرآنية وترجعت وتثبتت زي محضرتك شايفة حوالين الإباب وحوالين المسجد كل باش مهندس إحنا سمعنا أن المسجد واخد رقمين في موصيع الجينوس نعم إحنا واخدين ثلاث أرقام ثلاث أرقام عبار عن إيه؟ هم رقمين في النجفة أكبر وقتقى النجفة في العالم حضريك بدأت كلمة في نجفة قطرها 22 متر ارتفاعها 22 متر تبعد عن سطح الأرض 21 متر وزنها 25 نتن 25 نتن 25 نتن أو هي مصرية التصميم والتصنيع كلها مصري بالكامل كل ماتيريال في الجامع مصرية ورقم الثالث يا باش مهانس اللي أنت قلت عليه رقم الثالث اللي هو المنبر أكبر منبر في العالم ارتفاعه تقريبا 16.5 متر دخل برضو ضمن موصوية جينيس الأرقام القياسية تمام مصر التصنيع والتصميم ارتفاعه عادل مثلا خمس دوار علشان كده زودناه بمصعد في أسانسير علشان يستخدمه الإمام يطلع به أعلى المنبر وزي مولد الحضرية طبعا جميع الأعمال الخشبية مصرية التصميم والتصميم ده أعلى المنبر في العالم ده أعلى المنبر في العالم وخد رقم في مصرية جينيس اشرح لي يا باش مهاندس التفاصيل أكتر عن السقف الخشبية هو ده السقف الوحيد اللي مش متكرر مختلف وزنه 90 طن في 66 ألف قطع خشبية اتجمعت تحت عن طريق التعشيئ اليدوي وبعد كده اترفعت بوناش لحد ما وصلت للمنسوب وسبتناه يعني كل قطع عده 66 ألف قطع جمع التعشيئ يدوي وهو عبارة عن أروا مسئيل اترفع لحد منسوب التثبيت ورح مسبتينه ووزنه 90 طن عايزة أسأل حضرتك فيه كم باب للمسجد 9 ببان رئيسية و3 فراعيين بيوصلوا منين لفين لو حضرتك تشاهده معه هو 3 مداخل يعتبر 3 مداخل شرقي وغربي وشمالي وال3 ببان فراعيين يعتبر في الأركانية البيبان كلها خشب برضو البيبان كلها برضو أعمال خشبية قطع يدوية برضو متسبتة على محور مفصلي وزن الضرفة الوحدة زي ما قلت لحضرتك في الأول 2 ونص تام 2 ونص تام طيب عايزة نقلم حضرتك على السجاد اللي احنا شايفينه ومشاء الله حاجة عظيمة جدا السجاد طبعا من السوف الطبيعي مصري برضو التصنيع والتصميم وإحنا بنصممه عبارة عن رولات ماشي بتتفرد 3 متر في أطولها مختلفة المفروض بتتربط ببعضيها بس احنا رعينا أثناء التركيب يعني أن الفواصل دي ما تظهرش الفواصل عشان تشوفها زي ما حضرتك شايفها كده قطع واحدة قطع واحدة كعبت تلزق لازق حراري تمام بس زي ما حضرتك شايفة كده الفواصل احنا رعينا أنها ما تظهرش عشان تبني أنها قطع واحدة وده كان هدفنا وقت التنفيذ اه طبعا طبعا لو تكلمنا تاني يا بشمانس عن التفاصيل اللي موجودة داخل المسجد ممكن حركة ترفت نظرنا لإيه الألواح النحاسية اللي احنا مستخدمينها دي مختارينها تتناسب مع الشكل المعمري للمسجد استخدمناها اللي احنا حطين وراها جتات التكيف الساوند سيستم بتاع المسجد كله حط محطوط وراها زي ما حضرتك شايفة كده مخارج التكيف كلها تتناسب مع الشكل المعمري للمسجد استخدمناها وهتمنا بالحرف اليدوية فيها كلمنا أكتر يا بشمانس عن الأوبة الرئيسية الأوبة الرئيسية حضرتك زي ما شايفها كطرها 32 متر تبعد عن سطح الأرض قمة بتاعتها 60 متر واعتبر برج سكني مكوم من 20 دور طرزناها بقى زي ما حضرتك شايفة كده بقى اسمها والله الحسن داير ما يدور حواليها 99 اسم الموجودين وعليها رسومات نباتية بفنانين مصريين هم اللي رسمينها يدوية الأوبة تجمعت تحت وتشطابت تحت وترفعت لحد منسوب التسبيت وبعد كده رح تمتثبتها اترافعت بوناش هيدروليكية وصلت لمنسوب التسبيت وبعد كده رح نمثبتنها بالإضافة للأوبة الخارجية اللي هي برا المسجد أصلا 8 متوسطين و 12 أوبة صغيرة هل في مباني ملحقة بالمسجد؟ ها عندنا 6 قاعات ملحقة بالمسجد مساحة القاعة 350 متر مربع تستخدم كمصالة سيدات 9600 مصالدية 2600 مصالدية ده مبنى واحد ولا؟ هما 6 مباني ملحقين بالمسجد وببانهم بتدخل على المسجد كل قاعة لها جزامة 6 جزامات ب6 قاعات متصلة بالمسجد في المساحة بتاعة المسجد اللي هي 19 ألف متر مربع يعني النهاردة عندنا المسجد وكمان 6 مباني ملحقة 6 قاعات ملحقة متواصلة داخل المسجد متواصلة داخل المسجد نقدر نقول ان احنا كنا محافظين على الاياد المصرية والماتيريل وكل الحاجات اللي بنينا بيها النهاردة وتم بيها انشاء المسجد مصرية 100% حافظنا على الاعمال اليدوية علشان نبرزها كمان داخل المسجد لو حركت تقول لي وجهة نظرك في موضوع ده هي جميع الماتيريل المستخدمة في المسجد من رخام للنجفة للأعمال الخشبية جميعها مصرية 100% مصنعة في مصنع مصرية بأياد مصرية وده كان هدفنا وده كان هدفنا طبعا بأياد مصرية صحيح احنا طبعا بنشكر كل الأياد المصرية اللي اشتغلت على المسجد وعلى مركز مصر الثقافي الإسلامي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة